بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أما بعد يا أصدقائي لازالت اليمن تتصدر عنوين الأخبار والصحافة العالمية وكلما هدأ عنوان تصدر عنوان آخر وقلب الدنيا آخرها المقالة التي فجرتها صحيفة هارتس الكيانية عن وصول مرتزقة دوليين كما وصفتهم هي أو بلغتنا قوات يمنية تابعة لحكومة صنعاء وصلت إلى الجولان وهي متمركزة هناك على حدود الكيان ومستعدة لبدء اجتياح الكيان فور بدء الحرب البرية بين الكيان ولبنان والأهم من هذا أنه نشرت صورة لهذه القوات في السوشيال ميديا الكيانية البعض يؤكد هذه الأخبار والبعض يشكك فيها فما هي القصة حول الأربعين ألف مقاتل الموجودين الآن في هضبة الجولان عشان نفهم الليلة هذه كلها يبقى لازم أحكي لك اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس واضغطونا لايك أحبائي ارفعونا انتشار هذه الحلقة أول نبدأ على بركة الله وتعالى أحكي لك أهلا وسهلا بكم مرة أخرى يا أصدقائي من هي صحيفة ها أرتس ها أرتس هي واحدة من أشهر الصحب داخل الكيان وهي الأكثر انتشارا بين الأكاديميين والمثقفين وهي من فجرت معظم التقارير والفضائح اللي كشفت ما يحدث داخل الكيان حتى عدد المصابين أحداث سبعة أكتوبر معظم هذه الأشياء تنشرها ها أرتس عبر محققين خاصين تابعين لها يعني تقدر تعتبرها مصدر موثوق للمعلومة ولكنها فجرت خبر يوم أمس لازال هناك جدل بيزنطي حول هذا الخبر على وهو وصول أربعين ألف مقاتل أو على حد وصفها مرتزق دولي من اليمن وسوريا والعراق بتقول لك اليمنيين عبروا من الأردن ووصلوا إلى سوريا وهم الآن متمركزين على مرتفعات الجولان ومستعدين لاختراق الحدود والدخول لاجتياح الكيان متى؟ فور أن تشتعل الحرب البرية بين لبنان وبين الكيان ما هي المصادر اللي اعتمدت عليها الصحيفة؟ الصحيفة لم تحدث قالت لك مسؤولين في الجيش الإسرائيلي مين هم؟ أسماءهم؟ ما هي مناصبهم؟ لم تقم بتحديد ذلك ولكنها أضافت في المقالة اللي كتبها يانيف كوبتش على لسان مصادرها اللي زعمت أنهم أعطوها المعلومات أنهم قالوا أن الأربعين ألف هؤلاء ليسوا من قوات النخبة ولكن بإمكانكم أن تروا ما يمكن أن يفعلوا ألفين أو ثلاثة ألف مسلح مثل يوم سبعيات الكاتب في هذه المقالة أو التقرير وجه رسالة إلى بشار الأسد أو تقدر تقول تعتبره تهديد واضح وصريح أننا قد نضطر للقيام بعملية في سوريا وأننا لن نقبل بوجود الأربعين ألف مقاتل هؤلاء على هضبات أو مرتفعات الجولان الأمور في الحقيقة لم تنتهي هنا يا أصدقائي لأنه سرعان منتشرت هذه الصورة في السوشيال ميديا الكيانية واللي قالت هارتس أنها تظهر هؤلاء المرتزقة الدوليين الأربعين ألف مقاتل على حد زعمها ولكن هل ترى أنت أي مقاتلين في هذه الصورة؟ في الحقيقة الكثير شككوا في هذه الصورة على رأسهم النيوزويك التي تحدثت عن هذه الصورة وعرضتها كذلك على صفحتها وقالت أيضا أن هذه الصورة لا يوجد فيها ما يشير إلى وجود قوات مسلحة هناك عددها أربعين ألف مفيش حتى اثنين ظاهرين في الصورة كما قالت أن كل المعلومات اللي كتبها يا نيف ليس لها دليل الصحيفة هارتس لم تقدم أي دليل على هذه المعلومات ولكن النيوزويك أضافت معلومة أخرى كذلك لا نعرف ما هو مصدرها ذكرها هناك كما أفادت وسائل إعلام سورية أن عدد كبير من المقاتلين اليمنيين وصلوا إلى مقر الجيش السوري في منطقة الحدود مع الكيان تحديدا في منطقة درع ما هي صحة هذه المعلومات من هي وسائل الإعلام السورية هل هي معتمدة أم لا رسمية أو لا لم نستطيع أن نصل إلى هذه المعلومات طيب دعونا نحلل بعض المعطيات هنا هل يمكن أن تكون القصة هذه برمتها حقيقية والله يا صديقي في الحقيقة الأيام هذه أنت لو روحت من شغلك بدلي ودخلت البيت واطلع لك راس ديناصور من المطبخ وقال لك مرحبا بكم في نيو ديلي فلا تستبعد أن ننت في نيو ديلي وأن هذا ديناصور حقيقي على فكرة الأيام هو فيه شيء في العالم هذه الأيام يبدو طبيعي أو منطقي أصلا بداية دعونا نبدأ من التصريحات اليمنية كان هناك الكثير من التلميحات على أنه سيكون هناك هجوم بري على الكيان في البحر والجو والبر وبعض المسؤولين اليمنين يهددون في صنعات طبعا بأنه سيكون هناك عملية برية انتظرونا في البر المصادر متعددة وأكثر من مسؤول صرح بها وقالها يعني هناك مؤشر على هذه علما أن مشلعانها أريس فجرت الموضوع أنا أعطاها قبل ثلاث أشهر تقريبا قلت لكم وصول عشر ألف جند يمني إلى لبنان هناك أخبار بتوصلنا عن هذه المعلومات مش شخصية لية ولكن نجدها في مصادر أخرى فالموضوع ممكن يكون حقيقي ولكن موجودين وين الصورة هذه لم تظهر أي شيء كمان أعتقد أنه لو وصلوا هناك أربعين ألف مش يكونوا متجمعين في نفس الموقع هكلوا كده جنب بعض يمكن ضربهم أو الكشف عن تحركاتهم أنه هذولا مش قوات سورية لا قوات متعددة الجنسيات طيب هناك احتمال ثاني كذلك لا تستبعدوا احتمالية أنهم بالفعل الكيان يريد أن يوجه ضربات إلى سوريا ولذلك اختلق هذه القصة وجود مقاتلين على حد وصفه هو وأنه قد نقوم بتوجيه ضربات حتى إعدادي أنا وجمعي المعلومات لم يكن هناك أي تعليق لا من العراق ولا من سوريا وهذا واضح أنه تهديد مباشر لبشار الاسد فما هي قصة هذه القوات الموجودة هناك والجنود اليمنين الذين وصلوا إلى سوريا الخبر هذا أنا قلته لك قبل شهرين ثلاثة أنه هناك مصادر تتحدث عن هذه المعلومات ولكن الأيام القادمة كفيلة عشان توضح كل شيء أي أخبار تطلع لك من مصادر كيانية أنا عادة قيمها لا تعتمد عليها مباشرة خصوصا أنه المصدر الوحيد لهذه المعلومات هي هارتس بحسب نيوزويك بتقولك لم نجد أي مصدر لهذه المعلومات سوى هارتس حتى لو كانت هي يعني أحيانا بتضرب الكيان تحت الحزام هارتس ولكنها في النهاية كيانية أتمنى أصدقائي أقول عرفت ألخص لكم كافة المعلومات حول قصة هارتس اللي نشرتها وقال بالدنيا خلال الساعة الماضية في ختام هذه الحلقة لا تنسوا اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس اضغطونا لايك ارفعونا انتشار هذه الحلقة يا أحبائي ولا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات كتب الله أجري وأجركم وحتى أراكم في حلقة أخرى هذه لكم مني تحية أنا هايمن القاس من دوم تنبود وسالمين جميعا